قدر يحفظ خلاص حيقرأ القرآن وربنا هيحشره في زمرة أهل القرآن طب فينه اعترض بقى له قدر يحفظ ولا بيعرف يقرأ أي طب ده يعني نقول له إيه بقى طب استمع استمع للقرآن طب ما فيش حالة غير الاستماع إن احنا نستمع للقرآن برضو واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله علجت القرآن فلم أستطع أنا حاولت أعلم نفسي ما قدرتش حاولت أقرأ ما عرفتش حاولت أحفظ بالتلقين بالتلقين إنه واحد يقعد قدامي كده وقال لي قول وراي بسم الله الرحمن الرحيم زي المصحف المعلم كده ما عرفت لش برضو أحفظ طب ما فيش حاجة كده تقولها لي يا رسول الله توجزئ تعوضني يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام علم وعرف قدرات هذا الرجل مسكين فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دول كم كلمة يا مدام لم ياء خمسة فالرجل قال للنبي يا رسول الله هذا لربي فماذا لي طب ما فيش حاجة لي فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني يبقى خمس كلمات لربنا وخمس كلمات لي وخمس كلمات لي يا تيتا الله يكرمك ويديك الصحة والعفية يا جده ربنا يديك الصحة والعفية اللي شايف فينا دلوقتي خمس كلمات وخمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دول خمسة ربنا وخمسة لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تاني الخمسة دول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إذا الفل وخلاص ربنا يتقبل آمين يا رب دول خمسة آمين يا رب دول خمسة أوليب